انا بس قبل ما اروح قبل ما اروح للمواضيع الاخرى انا عايز اقف عند الشناوي الشناوي بالزبط من حوالي شهر يعني تلقى يعني انتقاد عنيف جدا 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 عشان كان فيه غلطة في احد المباريات بدون بدون تفاصيل ودخل منها مرمى والناس قامت وقعدت وناس كتير بس طبعا الاهلاوية كانوا واقفين في ظهر الشناوي بشكل جدير جدا وقالوا لو تفتكروا المقولة انت ليك رصيد يا شناوي اعمل اللي انت عايزه انا عايز اقول لكم ان الناس حتى قالت انت فرحتنا يا شناوي ولسه هتفرحنا النهاردة شناوي مفرحي النهاردة الشناوي تصدى لتلت اهداف ودي سواء هاي الصورة هيبصوا يا جماعة لاعب استراليا في الصورة اللي تحت بيرفع ايده انه هو خلاص الجون جاي الصورة اللي فوق الشناوي تصدى لها والعكس يعني ماشي الصورة اللي فوق هو بيرفع ايده والصورة اللي تحت هو بحط يده على رأسه معليش الصورة بيدع عني بس انا عارف شفتها في الماتش وكنت عارف الكرة دي اللي حصل فيه فلماpadش ناوي من شهر كان الهجوم ده كله عليه والنهاردة الشناوي بكسب مصر وكننا عندنا ثقة كجمهور النادي اهل لا إيبنا احنا كنا على حق الشناوي زي ما فرح النادي الاهلي وعمل انجاز كحارس مارمة لعب كاسعالم ولعب اولومبياد ولعب افريقيا ولعب 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 كأول حارس مارمة في التاريخ النهاردة بيفرح مصر كلها زي ما فرح جمهور النادي الاهلي يعني الشناوي نجم من ذهب واسبت بالدليل ان هذه الاهلي ليه جمهور النادي ليه نظرة ثقبة ان دايما بيثق في اللي من يستحق هذه الثق ربنا وفاكش الناوي ان شاء الله دور التمنى ان نتحقق الانجاز وعايز اقول لكم ان احنا حققنا انجازنا انجاز ده مرتين ان احنا نوصل لدولة اربعة مرة في امستردام سنة 1928 والمرة التانية فين في توكيو 1964 يا رب تبقى فالحسن ان ان شاء الله يبقى توكيو نعيد هذا الانجاز ونوصل لقبل النهاية يا رب وكلنا ثقة في رجالة مصر ان ان شاء الله يقدروا بازن الله يعملوا المستحيل ويبزلوا كل المجهود عشان خطر رافع اسم مصر علي